سؤالة في توياتش من تعرفت عليها جبنتي أني المعاناة بدأت وياي من مرحلة العدادية قبلها كانت الحياة حلوة أحكي لي شنو هذه المعاناة وشن بدأت ويايش أنا أشبه أي شخص عنده مرض مزمن وهذا المرض المزمن عايش شوية ومعاقدة وخلي مريض نفسي شن صار وياي الموضوع من أني طفلة أمر طبيعي عندي يعني ما أختلف عن البنات بالمدرسة بعدين دخلت للمتوسطة طلعت من المتوسطة دخلت لإعدادية الحمد لله أنا زينة متفوقة بدراستي بس دائما ننتبه عليهم عدتهم تغيرات تعرفين لي السرع البنات وأني أختلف عنهم أكو تغير يعني رح أقول لك شيئا بعدين فأهلي راجعوا بي طبيبات فالطبيبات قالوا أنه يعني مرضها هذا ما إلى حل ولازم تتعايش مع الموضوع بس ما عليها إشكال أكيد أنت مثل كل مني يعني تفكر بالزواج وتحب أنه ترتبط بإنسان شون اللي صار بعدين تقدم لتشخص شفتي قبلت الزوجي شون اللي صار شون صارت الزواجت ما فكرنا بموضوع الزواج شون رح يصير وشون يعني شون رح أتزوج شون رح أتزوج المهم جاني يعني واحد أقارب وأني بعد هذا الموضوع وأني دخلت للإعدادية واكتشفت هذا الشيبية وظليت أهمل دراستي ودائما حالة النفسية تعباني فرضيت بواحد أقاربنا إحنا محافظة وهم بمحافظة هما يعني ببغداد وإحنا محافظة فبالبداية أنا يعني قلت شون وهذي فقلت بيت عمي هنا يا ببغداد يعني واحد من عموان موجودين ببغداد خليها أروحي هناك وأشوف أشوف أشوف الولد فرحت بيت عمي يجي هو الولد هو يصير من أقاربنا بس من معي شفت مخوش ولاد وما عندي مشكلة أنا رأسا قبلت فأهلي قالوا شون نقول لهم بالموضوع قلت لهم لا أنا رح أعرف أتصرف أنا مع الوقت رح يعرف وأقول له ورح يرضى بالموضوع فاعتمدوا علي وما حتش أنا وزوجت وما عندي أي مشكلة مر شهر شهرين أنا قاعدة ويام هو عنده هو عسكري يعني يروح ويجي عنده بعد أخوان وعنده أخواته وأمه وأبوه بس صح عائلة بس ما حسيتهم عائلة شبيرة أو شيء يعني حبد الله متفهمين ودائما يعني الضحكة موجودة والسالفة موجودة ويحبوني ويحترموني بر شهر شهرين وأمه قالت لي ما كو شيء بالطريقة قلت له لا خالة ما كو شيء بعد وقت إحنا بعدنا يعني بداية الزواج نقال لا خالة أنا ما عندي مشكلة بس جاية سألت يعني تحتاجين شيء أنا خالتك وسأليني شون تحتاجين تسألين شيء لا تستحيل من يمي قلت لها خالة يعني ما كو شيء لو أكو شيء قلت لك المهم هو زوجي يعني شون اللي كان دائما مقلال يعني بالبداية حسب القصة اللي سمعناها يعني خلنقول مبدئين راح نحتي بالشيء اللي يخص القصة وبعدين بشكل عام طبعا اللي بنية اكتشافها للموضوع واضح أنه ما بين ل13 سنة 14 سنة عمر الطبيعي وآني حسيت من كلامها أنه أهلها مسانديها يعني والدتها حتى على وقت الخطوب ومالتها قالت آني أتفهمها وآني يعني هي أخذت موقف أنه هي تأخذ خطواتها فهذا دليل على أنه عائلتها منطيها مساحة شخصيتها ومنطيها مساحة بالتعامل بهذا الموضوع الحساس لو كانت أكبر من هذا العمر عندي مبدئ بالحياة واللي هو المفروض حقيقة يكون واجب اتجاه نفسك قبل ما يكون اتجاه الآخرين أي موقف صعب بالحياة عادة طبعا الوفاة لهاي مسألة يعني روحية أكثر منها نفسية لما تنصد مين أو تتعرضين لموقف صعب ثلاثة شهر الأولى يعني مثل ما نقول حلال للإنسان يعني يحزن يتعب يتألم يتأذى طبيعي لأنه هو صادق والمخادع من يتألم فالصادق بالمشاعر الصادق بالتفاعل ونوع العلاقة أو نوع الموقف أو نوع العمل الاعتياز يصر عنده في النوع من الصدمة لكن هذا المسافة الزمنية أو الفترة الزمنية ما تأخذ أكثر من ثلاثة شهر والأفضل أقل صراحة لأنه أنت ما دامك ناجح ما دامك صادق إذن الخطوة الجاية رح يكون بها التوفيق إلقى الخطوة الجاية لكن هذا العمر اللي هي اكتشفت بصدمة حياتها كلها يعني هي مو صدمة وقتية هي صدمة مو مثلا تريد تنجح بحياتها حتى تعوض الفشل أو تعوض الخسارة اللي صارتها لا هو فتشي بتكوينها الجسدي وتكوينها الأساسي يعني هو في قمة أنوثة المرأة في داخلها في بنيانها هي الأمومة فهي فقدت أهم أنصر بشخصيتها هي صدمة كل شيء عميقة ما رح تقدر تتجاوزها يمكن نوع الإخفاء لها هو مؤذي أكثر من ما تظهرها لأنه على اعتبار المجتمع رح يظل ينظر لها أنه بها عيب يعني خلقي ما رح يتعاملونيها أنه خلقة رب العالمين وبالذات مع الأسف النساء رح يتعاملونيها بهذه الطريقة أكثر تجريح من الرجل يعني ممكن تسمعها من عمتها من خالتها من بدخالتها من صديقاتها ممكن صديقات مو صديقات المعارف يعني صديقة ما تتم تأذيها ما تجرحها فهي هذا نوع التعامل اللي رح يكون صعب عليها إذا تعلن يعني الإعلان هو مريح نفسيا أنه أوكي أنا خلصت من فتشيدة أخبي 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 لكن نظرة الآخرين حتى لو كانت شفقية مزعجة فهي المرحلة الانتقالية اللي هي من عمر صغير إلى أن ما بدت تستوعب أنه هي شنو المشكلة اللي عندها إلى أن ما كبرت وتوقعت توقعات للزواج مؤذية هاي كلها فترات ألم بألم يعني نوع الصدمة دي يختلف عليها إلا أن ما تراكم متراكم متراكم بحتي سيئة ما تقدر تحشي عن هذا الموضوع الحياة كانت تمام بداية الزواج بعد الست شهر صار إشكال على الأطفال مع أنه هو يمكن استعجل على موضوع الأطفال أنت تشوقينه لو شك بشي فضل عشت ويايا كان يشك أنه أكو شيء أكو بداخلي شيء غلط يعني ما أعرف هو حس بهذا الشيء فمر ست شهر على زواجنا هو ظل يلح على الأطفال أنا أبتشي يقول له ما أريد أروح ما أريد أروح خبرت على أمي يقول له ما أريد أروح للدكتورة ما أريد أروح للدكتورة خاف يكشفني قلت هاي مو أنت قلت هاني أدبر الموضوع هاي قلت ليه ماما يعني ببالي شند بعد السنة وأراجع يوم أهلي ما أراجع يومهم حتى ما يعرفون بالسالفة فهو تخبر قال مدام أنت معارضة تروحين أكو شيء بيتي غلط وأنتي مجايد قلليلي قلت له ما أكو شيء صدقني أنا زوجتك يعني أنت ما حبيتني هاي الفترة قال لي لا أنا أحبك وأحترمك وما عندي مشكلة قلت له صدقني قال لا أنا لازم أأخذه للدكتورة وأشوف شنو مشكلة إذا أنا رحت هو رايح يعني محلل وما عندي أي مشكلة قال يعني حتى إذا حتش مشكلة نتلاحق الموضوع من البداية قلت له أنا ما عندي مشكلة وما بيا شيء قال خلاص مدام تواثقة بالنفسك ما بيت شيء خلي نروح للدكتورة هي هاي هنان النقطة إحنا اللي صراحة كلش غلط تصرفها كان إحنا أكو أشياء نتعاطف بها وياها أنا أحيي شجاعتها لما بعدين يعني ترفت وقدرت مثلا ما نقول تواصل حياتها أكو تنهار وأكو تعوف كل شيء يعني أكو فد انفعالات ثانية لكن هي واضح أنه عندها قوة أول شيء هي خدعة الزوج وهذا مو من حقها هذا خداع مو كذب ولا ولا مرات أكو شخص يخفي تفاصيل من الحقيقة مثلا أنت تقولين هساني رايحة للسوق وأرجع خلال ساعة ساعتين أنت ده هذا السوق وهذا شنو تخفيين بعض التفاصيل حتى لا يصير لك مشكلة أنه أكثر من طلعت طلعين هاي أنه شيء شخص وانتي لكن هي مو طلعة ولا هي راحت ويا صديقات وما تريدين تقولين أو كذا لا هذا شغلة خداع أنه أنا حكمت على إنسان ما يكون عند أطفال حكمت علي أنه ما يطلقني لأنه أنا مرأة مفروض يعني ما يكسرني وكذا وعندي مشكلة هاي أشياء كلها هي فرضتها فرضت أنه هو لازم يحبها لدرجة أنه يتعلق بها ويستمروا هذا كل افتراضات مو من حقها الإنسان المقابل وبالذات الشريك إلى مطلق الحرية بين المشاعر اللي يحسها ويايا يعني ما يقول لك حصرني موضوع أنه لازم أروح للدكتورة وقال أمي وأختي وياك وأنا أخذكم بالسيارة يعني أبتش كل يوم يا أبعد الموضوع كل يوم يا أبعد الموضوع خبرت على أمي قلت لها تعاي أجدت أمي قلت لهم خلا أنا وديها للدكتورة أنا أروح وياها هو عارض قال لا خلي أمي وياها وأختي حتى يكون شاهدات شكوش ليش شضامين علينا أمي قالت تعاي وياي يعني لا تبقين رجع وياي يعني يعني سوي زعلة وتعالي فأني صدق لم يتغرض ورح تويا أمي هو بعد زاد عدة شك رح تعد أهلي بقيت عدهم يعني فترة بعدين بابا قال لازم ترجعين وبلك يعني تغير أنا أخابر بي أحتي شوية الله هدا يعني غير الموضوع ما يحتي دائما بال ما يحتي دائما بال دكتورة والأطفال وهاي قلت الحمد الله شكرا يمكن رح من أجي أقنح وأنا أنا صارحة أنا أريد صارحة أقول لي شو مشكلتي والمشكلة مو أنا سبب بيها يعني هي هاي المهم فرجعت أثاري هو كان شوني يجرني حتى أرجع للبيت ويخليني قدام يعني الواقع فأخذني أنا وأمه وأختي قال أنا ما أخذكم للزيارة يعني هو وخذنا للدكتورة يعني شون اللي تشذب علي يعني مو دي أعرف شو المشكلة فأخذني أنا يعني كل شي منهار منهار الدكتورة فحصتني فحصتني بال يعني سونر سونر الداخلي قالت شنو هاي بتكم ما عدتها رحم فهم ما نصدم أنا أدري بالموضوع أقلت يا من البداية أنا من دخل للإعدادية عرفت يعني وأعرف بالموضوع وأهلي شاكين أنه كل البنات يجيهم الشهرية وشي طبيعي بس أنا دخلت للإعدادية وما كف أخذتني أمي للدكتورة بتتشعتها عيب خلقي ما عدتها رحم زين وهي ابنية ما عدتها أي مشكلة ابنية بس هي ما عدتها هذا الشي يعني هاي من الله يعني مو هي سببها صح أنا فترتها صرت هملة الدراستي وضلت أبتش وهي بس أنا أخوة ما أبقى بدون زواج بس إحنا الخطأ نه الخطأ أنه ما قتل من البداية هذا الشي حتى يقبل بي أو لا مسأل شنو فكرتي سألتيني مو أنا قلت لأهلي أنه اعتبدوا علي أنا فكرتي أنه بعد السنة لأي واحد يزوج ما يفكر بالأطفال رأساني بعد السنة يريد أطفال قلت بعد السنة أقول أنا رح أراجع دكتورة راجع يام أهلي أروح لهم وأقول الدكتورة قالت أنت بيسر عد شو أنا أنه عندي رجال أنه أنا يمشي أنه أنا أكون من الزوجة وهذا الرجال يعني هو ستر هو يبقى لأهلي ما دائمين فهي شنفكرة شنة آني بعد أن عرفوا الموضوع شنو كانت رد فعل زوجت من عرف السبب الرئيسي أو شنو بيش أنت بالضبط شنو كانت رد فعلها أي فبيوم من عرفت صدمة وقال الدكتور حتى قلت له تعالوا شوفوا هذي الشاشة مال سانة وشوفوا شما تدرون بيها بتكم واني ضليت أبتي وما أقدر أحشي لكلمة أريد أطلح ما أقدر فإن البنات ما يعني حجل أخذ وطلعنا طلعنا يعني بالسيارة ها شنو بنات ساكتات أم وأخت قلت سدت الباب عليه بغرفتي قلت لي حجي حجيت لها أنا هيت شي قلت بس خالة تشذبت علي بس أنا بالله شاقل يا خالة قل لي لا لأني ها ست جاي قل لشي يا أنا مو ذنبي يعني هاي مشكلة يعني هي من الله هيت شي يعني آدي بخلقي يعني مو بيدي آني ما مساوي شي يعني ما خادعتكم بس صح تشذبت عليكم بس أنا أريد الستر واني يعني تخاش عائلة ومش أنت أريد أرفضكم فقلت لابنها ابنها إجا قلت يعني قالت تشذبت علي أنا خدعتيني أنا حس أكون شي غلط حس شي اتشنو اتشنو رجال يعني مو من يعني قلت لي اتشنو تاخذي اتل مين غراضك ووديت الأهلي ما قلت لي لا أنا رحت الأهلي هو بعد ظلي انقطعت عنا ما أدر بشنو بس هو ما سكت جاب عمامة وجاب أهلي وقال لهم انتم تشذبتوا علينا وانتم خدعتوني وانتم ما تخافون الله ومن هذا الحكي فهم قالوا ردنا أهلي قالوا إحنا ردنا سترة لبيتنا سخط إنا أنت شت تفصل إحنا للبس تريد تزوج عليها ما قالوا لأنفسها إحنا يعني ردي أبقى على ذمته تريد تزوج عليها واحدة اثنين ثلاثة ما عدنا مشكلة أنت بكيفك قال لا أنا بحضركم خش الساكو وبعد رح يجيكم الخبر حسيت مثل اللي هو يتوعد لكم بشي أنتم راح تقدرون وما خمنت شنو الموضوع اللي ممكن يصير أنا قلت شير يسوي أبسط شي طلقني خلي طلقني ما عندي مشكلة شو جان بلاغ أنه رافع قضية تعويض أنه يريد تعويض لأنه احنا تشدم علي وما ترش شون يسوي الموضوع فأنا خفت أهلي ما عد يعني أنه يطل فلوس وشنو راح يصير ما رافع ما طلقني ولا هاي لا يريد هكذا شي أنه أنا وما أدري شون أن عوض أو لازم أنطي فلوس حتى يطلقني وهي شي شي حقيقة نصت المادة 40 والمادة 41 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 معدل على الضرر على التفريق القضائي للضرر كذلك التفريق القضائي في حال حصول خلاف بين الزوج والزوجة نصت على عدة مواد أهم هو يكون التفريق للضرر على أسباب موجبة للتفريق منها كأسباب أنه الزوج إذا كان يتعاطي المسكرات أو المخدرات في حال الزوج أو الزوجة كذلك في حال غش والتدليس الذي حصل قبل الزواج واكتشبت الزوجة أو الزوج كذلك بعد الزواج فهنا القاضي قاضي الأحوال الشخصية يفتح تحقيق بهذا الموضوع ويحقق بصحة هذا الدعاء المدعي إذا كان صحيح يفرق إذا كان غير صحيح لا يفرق للتفريق فبقينا أنا ما أعرف يعني ولا أعرف أنه خلي محامي وهي فرحة للمحكم وصار يعني حد شي وهي ما أفهم هذا الحكم خلي أبوي هو يحكي بالموضوع فقال بابا لازم نحن نطيهم الفلوس وهي نحن ما عدنا حتى نطي وأني لم أخذ غراض ولم أخذ ذهب ولا أي شي خذت بس ملابس وطلعت والغرفة موجودة عندهم التعويض للي بيناتنا عمامك وعمامك وعمامنا ويحلون الموضوع هو رفض ونتوسل بي ونتوسل بي وما عدنا إحنا يام عود قال لا أنا شون تشذبون عليه حتى بعد ما تعدوها أي واحد ثاني حتى تأخذون عبرة دور العشائري ما أخذ دور كبير وحيس كبير بالمجتمع حقيقة الأعراف العشائرية هي إحنا موجودة دائما يلتجون إليها الناس لكن القانون عندما يطبق هو كل سيف القاطع يطبق على كل البشر سواسية وعلى وفق القوانين والأنظمة المراعات لحقوق الإنسان وحقوق المرأة كذلك خاصة قانون الأحوال الشخصية العراقي فلهذا وعلي يعني هي كمناشدة مناشدة إلى جميع الأهالي جميع اللي يتعلقون به يتعلقون الأمر كموضوع قانوني أن يلتجون للقضاء القضاء هو حاسم بالحقوق أكثر مما هو يأخذ دور العشيرة ممكن يضيع حقك ممكن أنه الزوجة هنا ممكن ممكن أنه الزوجة هنا بهذه القضية لا تفرق ويكون إلى حقوق زين معينة ما تقدر تأخذها بالعشيرة أو المجتمع المهم فأني بالأخير قلت لها ماما خلّ أروح آني آني أروح لا أبوي ولا أحد يدخل فرحت آني أتوسل بي بست حتى الرجلي قلت لها لا تفضحني ولدها يوم ما عدي يعني أنا خسرتك وما ريد أخسر أهلي ويبيعوني دوراهم ونقدامهم حتى يعوضوك أنا ما عندنا هذا الـ 500 ألف يلا تريد تعويض أنت ما أدري ما أعرف شقد المهم قهر هو علي وأني ظليت يعني شون أبت شو منهار أو يعني أضرب على نفسي يعني أنا خطأة تاني أنت حياتك قلت لأت حياتك شنو تتت الزوج 2 و3 وما عندك أي مشكلة بس آني ما عندي حيات أنا ريدت بس أنت ستر إلي وصح تشذبت عليك اغفر لي هس اغفر لي وقلينا على ذمتك شو تريدتها خلينا على ذهلي وعلى ذمتك ميخال تريدنا على ذهلك وأصري لكم خداما ما عندي أنا مشكلة فهو قال لا أنا روحي هس أنت روح وبعدي نحل الموضوع رحنا بس أنا شون طمئنية يعني حسيت يعني يعني زوجي عشت ويا ستة شرف وقل ستة شرف فحسيت بي أنه لان علينا فإجانا خبر من يما قال رح يطلق تشوه وهاي القضية رح يتنازل عليها إحنا المسألة هنا أعمق هو هم عندها راتفعل يعني إحنا إحنا مريد نقول ناقض جانب المرأة وإنه هي لأنه عندها هاي المشكلة لازم إحنا نتعاطف وكذا إحنا لازم نعامل للطرفين كإنسان هو راتفعل الأول يكلش طبيعي أول شي هي صدمة يعني أي إنسان يعني يزوج ماكو شي ينتظر سنة وبعدين يصر عنده طفل أكو أشخاص من أول شهر يمكن يقوم يقول ليش ما صار عنده طفل يمشي راجع طبيب صح لو لا حب الأطفال والأبو والأموم هاي أشياء ما نوصر يعني أكو نساء هي تكره الأطفال تحجيها تقولها ماردة سوى جهال يعني هي حتى مرات يخلوا نوع من الشرط للزواج أنه أنا أول سنتين ثلاثة ماردة أطفال أنه هو إذا خلي تزود زوجة ثانية عليه خلي بقيني بحياته ما أنت إذا بقيت بحياته هو هم عنده التزامات التجاهج لو باقي هي بحياته وزود زوجة ثانية على مود يجيب أطفال أول شي الزوجة ثانية يعني هم راح تفكر أنا شنو موقف يعني ما أخذني بس على مود الأولاد راح تفكر هي ش تفكير صح نو لا إحنا دا نحكم هي يعني طريقة تفكيرها بها نوع من السيطرة والتحكم بمشاعر الآخرين هذا ينبع من شنو أنه كونها قدها هاي المشكلة والأهل راعوا هاي المشكلة فكبرت أنه هي اللي تريدها تفرض على المشاعر اللي تريدها على المقابل لازم تنفرض أو هي اللي تفكر بي كوني أنا نعتبر إحنا دور الضحية أنه كوني أنا متأذى ومتألمة فأنت لازم تقدم هذا التنازل على مودي بالحياة ما كوهي إحنا لو كل إنسان يعرف حدوده وحرية المقابل حتى لو كانت أكو مثلا مرات يقوليش أنا صالي عشر سنين من الزوج وعلى غفلة راح عافني زوجي أو كذا هاي العشر سنين أنت مو مية بالمية فابتة أنه أنت فعلا كانت زواجيش ناجح أو مشاعره كانت ناجحة وياجح من حقه لأي إنسان سواء الزوجة المرأة الرجل يعيش المشاعر اللي هي تخليه في في مساحة الراحة أو مساحة الأمان أنت من إجيتي بعد ما اكتشف الزوج هذا الموضوع حالة الصدمة اللي هو بيها هو أول شي همينه ولد شاب وفرحان وعرس وكذا أكيد يعني كل الدنيا خبصت بي ولبس القاط ولبس هاي كل هاي المشاعر هو عاشها ويا إنسان خدعته ما كذبت عليه ولا ضمات حقيقة بسيطة هي يعني يعني كلش عميق الكذبة اللي كذبتها بأساس الزواج يعني فهاي المسألة أنا ما أقدر أحاسب لكن هو من هدئ أو من راحت هي شرحت حالتها يعني ما عاقب أهلها مثل ما نقول بفصل عشائري وكذا من هالقبيل هاي كلها بالعكس أنا أعتبرها فهت شي كلش راقي من عنده إنسان كلش نبيل أعتبره وهي بالفعل يمكن حقها هي حبتها وتعالقاتي لكن أنت من شفت إنسان لهالدرجة هو واعي ومرتب كان مفروض تنطيع الحقيقة لأنت خفيتها خلال الزواج مسألة أنه أفرض علي أنه أنا أكون الزوجة الأولى والزوج عليها حتى تجيب أطفال وكذا هو يجوز يريد يعيش حياة وحدها ويا زوجت أنه يروح دواء ما يرجع بيته وصور تليش يقوم يبات هنا ويبات هنا ويصرف هنا ويصرف هنا ومشاعر هنا ومشاعر هنا هاي كل هاي أشياء هي حكمت بيها وليش أنزل نفسي بطريقة مهينة أنه أنا خليني خادمة ببيت أهلك إحنا مرات دائما نشجع المرأة أنه لما تكونين ببيت أهل الزوج أنت حالش حال أي بنت يعني من أهل البيت مثل ما نقول من أولاد أم الزوج أو كذا يعني ما نعتبرها خدمة نعتبرها هو يعني مسألة طبيعية أنت مسألة طبيعية أنت عيشين بيت غير تنفي يعني ما من المعقولة يعني أنا يعيش في بيت هو يكون مخربط أو واسخ زين أوكي أنت ليش تعتبرها خدمة ليش ما أعتبرها أنه بيتي بيت أهلي أو بيت هاي أنا كلش أشجع على المشاعر الإنسانية أو المشاعر اللي المفروض تكون سلسلة ما المفروض هذا مالتك وهذا مالتك وأنت اشتغلت هنا وأني أشتغل هنا هاي هاي الشغلات الدخيلة أو التفاصيل اللي متعبة نتجنبها بس هي فكرة أنه لازم أني أتزوج فكرة أنه لازم أني حتى لو عندي هذا العيب أحد يتقبلني فكرة أنه هاي الخدعة ممكن هو المفروض يتقبلها لأنها هي بعد أني زوجتها ويحبني وأحبها وكذا هاي كلها الشغلات هي فترضتها وطلبت أو جبرة المقابل أنه لازم أنت تعيشها أنا خليتك أمام أمر الواقع تحصل حاص أنه سوى الشي اللي رايحة فأنتي من البداية لو مطيتها هاي المساحة هواية أحسن وهي تحصل حاص لحنا مشكلة نظرة مجتمعنا الإنسان اللي عدها هيش مشكلة أما يأخذها واحد متزوج أو يأخذها رجال تشبير أو يعني هي هم خالفة فرضيات بالزواج ممكن شخص عادي ويقولك أنا أريد هيش نوع أنا أريد أمرأة من هالنوع هذا أنه تكون هي شخصية وتكون لطيفة يعني لو مشتغلة على صفاتها مشتغلة على نجاحاتها مشتغلة على نفسها أكتر بحيث تكون فتشي مرغوب يعني هو اللي يتقدم التنازلات حتى هي تقبل تفهمني شون المفروض تأكس الحالة اللي هي بيهم حقيقة هنانا الحالة الخاصة اللي على أساس بنت الحلق أنه في حال إذا الزوجة تكون عندها مرض عضوي وغشت ودلست هذا المرض عن الزوج وما فهمته قبل الزواج أو بعدها أنه عدها هذا المرض العضوي واكتشف بعد الزواج أنه عدم وجود الرحم بهالحالة هي غير قادرة للإنجاب ويتعذر الإنجاب عدها لمدة طويلة أو لأبد الآبدين أو لمدة الدهر عقيمة تماما بهذه الحالة القاضي طبعا الزوج صاب ضرر من جراء هذا الغش والتدليس القاضي هنا بعد إقامة الدعوة يحكم بالتفريق ويحكم للزوج بالتفريق وكذلك بالتعويض إذا يقدر يقيم بالمحاكم المدنية هنا وكذلك يسقط المهر المؤجل في حالة الدخول أما في حالة عدم الدخول فيسقط إذا استلمته إذا استلمت الزوج فيسقط نصف المهر المؤجل كجزاء ومو كجزاء وإنما كنتيجة للغش والتدليس اللي أصاب الضرر للزوج لا حجينا بحقوق لا حجينا بذهب لا حجينا بغرفة كل شيء مع هاي الموضوع ما حجينا بشي يريد خليه ياخذ يريد يطلق خليه يطلق بس إحنا قلنا لهم ليه يطلق خليها على ذمته يعني قالوا مو خافي الزوج ثاني وما تقبل أنه وحدة ثانية موجودة بحياتي يعني من هذا الحجي وقلت لهم بكيفه كيفه خلي شيريت هو بكيفه فطلقني هو أهله شنو هو تقولين علاقتك بأهله كانت عن رغم أنه حتى له عائلة شبيرة من خلال كلامك أنه ما تشان أكون مشكلة وعلاقة حلوة شن ردت فعلهم شنو سوا ويات الموضوع وجدت أمه وخواته وأخوه وجايبين الذهب وبايعين الغرفة وجايبين الغرفة فلوسها يعني قالوا هاي إله إحنا خوش ابنية وما شفنا منها شي هاي إله يعني خليها البنية سووا لها شغلة حتى يأمن مستقبلها خطية وهي مثل بيتنا وإحنا بيتنا إله شوكت ما تجي مثل بيتنا وابننا صح يعني خطأ بحقكم وإحنا جاي نعتذر بس هو نصدم لأنه نصدم وانتم ما قلتونا من البداية لمن أيا هاي مشكلته ومن ألم رحمة الله والديكم وما قصرت وراح الحال سبيله بقيت أنا كل فترة أنا خواتح شوياهن وهالي هو اززوج وصار عد أطفال أنا عد أهلي ما ما أقدر حتى لي جيني يعني إلا واحد مثل شبير بالعمر وقل بسالفتي ليش يعني أورط نفسي واحد ما تقبله جزء إلا أنا أكبر بعد طبعا التنازل التنازل عن الدعاوة بشكل عام هو حق لكل طرف خاصة المدعي إذا كان الدعاوة ممكن يتنازل عنها بأي وقت تماما إلا بعض الدعاوة اللي قابلة للحسم وتكون واصلة إلى مرحلة الحسم هنا يعني لكي لا تستأخر عمل القضاء وكذا من الممكن طبعا الدعاوة المدنية بشكل عام من الممكن أنه القاضي لا يقبل بالتنازل لكن بهذه الحالة حالة إنه قضية الأحوال الشخصية المعروضة هي فيما يتعلق بالزوج والزوجة وغشها وتدليسها هو طبعا إلى الحق بالتنازل بأي وقت وبأي مرحل من مراحل الدعوة قضايا جزائية أغلبا إذا كانت بها حق عام لكن قضايا الأحوال الشخصية متعلقة بحقوق شخصية فقط هي غير متعلقة بقضايا حقوق يعني حقوق عامة فلهذا إلى المدعي الحق بالتنازل عن دعوة تسألون عن أسباب التنازل المحكمة لا للصلح والتراضي إذا كان أكو صلح والتراضي بين الطرفين المحكمة تفتح المحضرة بهذا الخصوص وتغلق الدعوة وتحسمها على أساس الصلح والتراضي تماما الحمد لله قدرت تستقرين ماديا بقيت عند أهلي شو قدرت تشتغليين ضليت أنا أشتغل وهنا ينبيت عمي بغداد يعني قالوا أتي حتى شوية مغير من نفسي تشو هذي فضليت هنا هنانة يعني بنات عمي هذي عتهم يشتغلون فاشتغلت وياهم اشتغلت بروضة ويعني عوضت شون الحنان الأطفال وهذه أهتم بيهم الأطفال مثل أطفالي مرات من أقعد مثلا ويا طالبات أو مثلا ويا صديقات أو فتشي دائما إحنا شنو عندنا نكبر أو البرمجة اللي بالمجتمع مالتنا أو بالعائلة أنه اللبنية تكبر تتعلم وتقعد يجي الزوج هو عنده لازم فلوس يجي الزوجها ويصرف عليها ويكون لها البيز ويجي هو عنده لازم سيارة لأنه يعني ده تفهمين شون هيا هاي كلها أشياء غلط تتربى عليها اللبنية أنا أقدر أكبر إذا أشتغل شغل زين ما بها مشكلة إذا أنا يكون عندي سيارة ما بها شي إذا يكون أنا عندي بيت أو شقة أو أشتريت يعني كوما مثلا خنقول بدت حملات البيع بالأقصات وغيرها هواي بنات شجعتهم على هالموضوع هذا أنه أكو تقصيد مريحة أو تقصيد تتوالم يا راتب كم أخذوا الشقة مو إلا أنت تزوجين إلا زوجة تجيب ليش هاي الأشياء بهالطريقة أنت مو بس تحلمين أنه أنا إلا طيار إلا طيار إلا مهندس إلا دكتورة الزوجة يلا أسوي نقلة بحياتي ممكن إنسان طبيعي إنسان عنده عمله يحترميش يقدرش راح تكونين أنت مصدر مو قوة عليه مصدر قوة كاحترام يعني هو راح يشوف إليش فد هيبة مثل ما نقول مو نطمع يعني أنا حتى أكون دقيقة بهالموضوع مو يطمع بيش إنه عندك شقة وعندك سيارة وعندك راتب وكذا إحنا ما نباو علها بهالطريقة يعني أنت لازم تكونين لما توصلين إيش مرحلة فأنت إنسانة ذكية لدرجة تعرفين المقابل هو طمعان بيش لو أوكي أنا من حقي الطبيعي مثل ما أنت تردين زوجة زوج مخلص شهادة وعنده إمكانية ويجيب لي كذا هب وهمين الزوج همين الولد هم حقا أكيد لكل إنسان يمر بأخطاء وبس من العابة إنه يكرر هذه الأخطاء ممكن تكررين هذه الخطأ ومتزوجين شخص بدون ما صارحي بمشكلتك بس يعني الزواج قلت لك إذا أفكر أنا بالزواج لازم شخص يعرف أنا ما ريد أعيد نفس الخطأ لازم يعرف إنه أنا عدي هذا العيب الخلقي وأني مو بيدي هي مني يعني أنا ما عندي رحم يعني شي طبيعي وإذا يريد يتقبل إلا إذا شخص ما يريد أطفاله أو تشبير بالعمر أو هذي وأكون تجي فرص إن شاء الله ما مور ضد الزواج بس واحد يتفهمني والحمد لله وشكر يعني إنه عدت المشكلة على خير وما وقعت أهلي بمشكلة وأنا الحمد لله هسا أحسن ومو مثل بداية المشكلة من صارت هسا أنا أحسن نفسيتي بس ممكن ناسا يسمعوني يستغربون بحالتي وأني بعدين رحت يعني غيرها يعني رحت أكثر من طبيبة قالتلي ترى مشكتش موجودة وهواي أكو بنات مثلك والأمر كلش طبيعي بس هي همت قالت قالت يعني أنت مشكتش إنه ما قلت خطيبتش من البداية قبل الخطوبة أصلا المفروض تقولين حتى هي حسبة الموضوع الدكتورة مثل أي مرض مزمن وهنا قلت لك بالبداية حسبة مثل أي مرض مزمن يعني الوحدة داعتها مثلا مرض سكر أو ضغوط أو أي شي أو اعتها غدة أو اعتها ثلسيمية أو أي مرض مزمن المفروض تقول للزوجها أو خطيبها راح يزوجها أنه عند ديابة هذا الشي حتى شنو حتى هو يتقبل أو ما يتقبل بقاتب كيف يعني 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 لو أفضل لو نحكي بشكل عام على الاختيار الزواج يعني أنت يعني باعي مثلا دائما نمشي على معايير المجتمع أو الأشخاص المحيطين بالزواج بتخالتش أخذت مهندس بتعمتش أخذت طيار ما أدر منه أنتو لازم تأقضي من فلان آئلة ما حد يعرف الداخل ما لتش يحتاج ها لازم الولد ثقيل ما هي ممكنية تحب واحد يشعق ويضحك يعني أنت هاي هماتين مشاعر ومشاكل تظهر بعدين برا تشمسنا 24 ساعة قالب خلقته زي ما أنت من البداية كان أخذت إنسان يضحك ويشعق يعني أنت راي صفات ما يقدر واحد يخفيها يعني أكو أشياء ممكن تخفيها أنت خلال لقاء لقاء أنت بدي تظهر ما تكدرين أنت 24 ساعة على نفس التمثيل مرات مو تمثيل مرات أنت لو ظروف تحكم يعني أنت خنقول من الناس إذا ترحين مكان في أول لقاء ما من المعقول رأساً تضحكين تشعقين بالطريقة اللي أنت ممكن وراء عشر لقاءات أو وراء مع الشخص يعرف أنت طبعا بالضبط بالذات المرأة أكثر شي يعني الرجل يمكن شوي ما يهتم أنه شي تفكرينه ممكن كل واحد طبعا بس أنت أول مرة من تشوفين الشخص المقابل أنه كامل عليك يفيح شوي وازن مرة ثانية تشوفي أكثر أرياحي مرة ثالثة رابعة فأنت أول شي تعرفي أنت نفس الشون اللي تريده شونه داخل شوي ويا نوع من الناس هو يكون سعيد فأني ردت أحد شويات وحدش بمشكلتي حتى أنصح الكل وكل من يسمعني أنه هذا الموضوع شي طبيعي وشي حياة عادية ما أختلف أنا عنك أو عنك أو إنسانة عادية أنا بس تعايش مع الموضوع واللي ريت يتقبل لازم يتعايش مع الموضوع ولازم واحد يتقبل نفسه بالبداية أنا ضيعت نفسي من عدادية ما كملته وهسا بعد ما قدر أكمل تيت أنه أشتغل و مو مثل قبل وجوزة أمتحن خارجي بعدين إذا تهيئت للظروف لأن دراسة مو مثل قبل يراد لي مصرف ويراد لي أنه أدرسي يراد لي مثلا أحد أروح معحد أو شي يعني أنا ما متفرغة هسا لهذا الموضوع فالمفروض أتقبل الموضوع أتكمل دراستي وصير عدي سلاح الشهادة فأنا ندمان على هذا الشي خطأة مرتين دراستي ما كملته وخسرت هذا الولد ما واجهته بس أقول إن شاء الله الله يعوضني بإنسان ثاني يتفهم مشكلتي من البداية مرات السعادة ما تكون بفلان شهادة ولا تكون بفلان مستوى اجتماعي ولا تكون بفلان سيارة إحنا دائما نبوّبها بأشياء مادية بأشياء معنوية الناس تعتبرها في الشي عالي لكن أنت مرات ضحكة بسيطة وإنسان مريح أو إنسان يحسسك بالأمان هي هاي تغنيج عن كل شي هو هذا الزواج ترى الزواج أنا مو قدر الإمكان أخدع وقدر الإمكان أراه وقدر الإمكان أخلي المقابل يمشي بالطريقة اللي أنا أريدها المفروض أنا أمشي بالطريقة اللي أحبها والشخص الآخر هم منه يمشي بالطريقة اللي يحبها يعني الشريك هم من حقي يعيش بالطريقة اللي يحبها لكن الجمع بينات يكون بسلام يعني مو أضل أعاند وأضل أراوغ وأضل أسوى مشاكل على طريق أريد أمشي الشريك ما قبله ليش اختاريت شريكي عارض هذا الطريق نحن بالنسبة أننا نتمنى أنه كل إنسان يلتج إلى القانون عنده التجاء إلى القانون إذا وصل إلى مرحلة أنه حقوق تحصلت عن طريق القانون زي الممكن بالمفاوضات بين أطراف الدعوة يوصلون إلى حل على أساسه يصير صلح تراضي بالعكس نحن نشجع على هذا الشي وتسهيل لعمل المحامي نفسه وتسهيل لعمل المحامي مكلف هو ببذل عناية ليس تحقيق نتيجة إذن لما بذلت عناية آنية ووصلت إلى مرحلة الموكية لأنه حصل على حقوقه من الممكن التنازل عن الدعوة ومن الممكن المحامي يحصل على أتعابه كاملا حسب العقد المبرن بينهما